نراجع على الرأي و البرنتر نركز الرأي و كيف نعرف الرأي و نقوم بإمكانه و كيف نريد الـ data from an array و كيف هي الـ array operations و كيف نجد الـ array و كيف ننجد الـ array و عرفت ما هو الـ 1d array و كيف يقوم بإمكانه و الـ array و كيف تحجز مكان في الـ array وانت اصلا في الـ Run time. يعني وانت شغل في البردنامج دورات تعمله Run. ازاي تعمل الـ Allocation لـ Array مسلا. طيب مبدئيا كده هبقل لي الـ Array دا هو collection of similar data type. يعني هو نوع من الـ data types اللي انت متعود عليه. بس طبعا هو بيبقى فيه كذا قيمة من الـ data types اللي انت متعود عليه. يعني مسلا انا عندي اعرف ان في حاجة اسم- int وععرف ان في حاجة اسم- upload وعرف ان في حاجة اسم double. فانت دورات لبقى عاوز lista من الـ int او lista من الـ double او أو لستة من الفلوت فطبعا ما قلت هذا معناه ان كل القيم اللي هتكون جوه الاري تكون من نفس الديتا طيب طيب فبقول لي مثلا لو احنا اخترنا اسم لي الاري ده سميناه بالA ثم The elements of A are denuted by Subscriptive mutation يعني انت دواتي الA ديت فيها مثلا عشر قيم وانت عاوز تجيب القيمة الاولى اللي فيها فطبعا فعندك A1 و A2 و A3 و A4 و A5 طيب الكلام ده لو احنا بنتكلم مع بعض كده يعني لو انت شغال في الكودينج فانت عشان تجيب القيمة الاولى فانت بتقول له A of zero و A of واحد و A of اتنين و A of ثلاثة وهكذا طيب بالشكل اللي قدام ده اللي هو الاري اللي هو الاندكس بتاع دي بدأ من zero ينتهي لحد الان مينس وطبعا لازم تسمي الاري ده باسم معين واللينس بتاعك اللي هو ايه اللي هو الاندكس بيقول لي دلوقتي الاري student consists of name of six students هذا عندي مثلا اسم student وعاوز احط في القيم بتاعت النامز بتاعت الطلبة دي هذا عندي مثلا اول القيمة اللي هي علي وكاني القيمة اللي هي احمد ومصطفى وباسمة ومي و a طبعا عشان اعمل مطلقة الاول القيمة موجودة عندي في الاري فانا بقول student of zero students of one students of two لحد students of A والمزد طيب بالنسبة لي declaration بتاع الاري لما بنعمل representative في الاري انت بتيجي تشتغل عليه ازاي؟ انت بتقول لاندك ده النوع اللي هو المفروض يكون دقية من الموجودة في الاري من نفس النوع ده فانت بتقول له مثلا int marks بس بتفتح bracket بقى وتقول له ان عاوز كم قيمة في الاريدة فبتقول له مثلا ان عاوز 30 بس طبعا لان لسه ما حطيتش اي قيم في الاريدة طيب عشان تعمل initialization ممكن تعمل في نفس الوقت كده تقول له int numbers of 6 equal اقواس المجموعة وتقول له من 3 مثلا لتسعة ماشي بانت كده عرفت القيم او حطيت الانشاليزاشن في الاريدة الموجودة عندك او ممكن طالما انت حطيت القيم دي كده من اثنين للاربعة يعني او من اثنين لخمسة لاثنين تمانية لحد اربعة مش لازم تحطي لي size هده لان هو هيعرف انت حطيت كم قيمة عندك في الاريدة هو هيعدها ويعرف size بتاعها قد ايه طيب نفس الموضوع ده لو انت بتعرف int طيب لو انت بتعرف float نفس الفكرة بالزبط يعني القيم الموجود عندك هنا بتسمح انها تكون تاخد قيمة بعد العلامة او تكون في الرانج بتاع float طبعا كان فيه رانج كده مختلفة الانت والfloat والدبل والحاجات دي كلها طيب لو احنا دلوقتي عاوزين entering data to array عاوزين تدخل cmvarray فانا اخد مثال كده بسيط على الفيجول عندنا مثلا هنا لو انا جيت في المين وامتقيل انا عاوز int مثلا int student six مثلا طبعا ده array من six elements فعشان نبدأ نحط القيم في الarray ده فطبعا انت لازم تعمل فور بلوك تمشي على الarray اللي هو for int i for zero والi اقل من اللي هو size بتاع من بتاع الarray ده فمسلا ممكن تقول له ستة وبعد شوية ممكن تعرف ازاي تجيب السيتة ديت من اسم الarray ده طيب والi بلاس بلاس طبعا ده enter مطلوب منك بقى ايه تدخل في قيم تكون enter فانت ممكن تقول له هنا اللي هو cn student off طبعا لازم نمشي بالoperator اللي هو i عشان يبدأ اول مرة ياخد اول قيمة حالكذا قيمة ثلاث قيمة وهكذا طيب بعد كده طبعا عشان تطبع القيم ديت نفس الكلام بالزبط ستأخذ نفس الfor loop وتقول له مثلا بدل cout ستقول له بدل cn ستقول له cout وعشان مثلا نفرغ قيمة كل قيمة ثلاث فممكن نعمل مسافة في الشكل ذلك فدلوقتي هو هينتظر البرنامج هينتظر من يوزر انه يدخل ستكريم وعلى ما يدخل ستكريم هينتظرهم على الشاشة بشكل مسافات كده دلوقتي يقدمك الشاشة السوداء فار يهيد هو منتظر منك طبعا تكتب قيمة المفروض تكتب مثلاً واحد ممكن تعمل واحد مسافة اثنين مسافة ثلاثة مسافة او ممكن تقول له واحد انتر اثنين انتر ثلاثة انتر اربعة ماشي خمسة بعد كده اول ما تكتب ستة وتكتب انتر طبعا مش مطلوب منك تكتب حاجة بعد كده او ده بس المطلوب منك ليه لان انت وقفت السائز بتاعك لحد كامل لحد السكس الموجود عندك طيب ده مثال بسيط ازاي تشتغل على وتعمله امبوت وتعمله اوت طيب طبعا نفس الكلام اللي هو اريدنج يعني انت ممكن هنا بقى تقول له ايه سي اوت كده قبل كل قيمة اللي هي انتر ستوينت ماركس طيب البروسيسنج بتاع الاري لو انت مسلاً عاوز تعمل تاخد القيام اللي انت كتبتها جوة الاري كلها وتيمحها على بعض وتجيب الاريج بتاعها في الاري طبعا في حتة مهمة جيدة لان شباب اللي هي الموضوع بتاع الايه البركت لو انت شغال على الفور دوب دي يعني بعد ما اخدت الجزء بتاع الفور دوب دي اخدته فيه ماشي لو انت عاوز تجيب الصم بقى بتاعهم فطبعا الصم هيشتغل ازاي انت هتقول له مسلاً هنا انت كده اسمه اللي هو انت سم اي ساوي زيرو انت عاوز تجمع القيام بتاعة الاريج دي عاوز تجمعها على بعض وتجيب الاريج بتاعها فطبعا ما ينفعش ان انت تيجي هنا كده تحسب الاريج جوة الاريج دي لأ انت لازم تعمل خطوة مبدئية كده وبعد كده تطلع تحسب الاريج دي بره عشان نحسب هنا كده السم نجمعه على بعض فانت هتقول له هنا السم بلس اقوال الستيوننت مثلا اف الار ماشي فنفترج مثلا ان الستيوننت دي ديت هي الماركس او هي الدرجات بتاعة الطلبة تمام؟ طيب او ممكن نخليها كده الستيوننت مارك الستيوننت مارك الستيوننت مارك تمام كده؟ طيب احنا عندنا هنا السم equal zero وعندنا هنا i equal zero والi اقل من 6 والi plus plus طيب عندنا هنا اللي هو السم بلس يعني سم بلس سم بلس هي بالزبط كي انك بتقول له سم بتساوي سم بلس الستيوننت مارك طيب اللي سم بلس في اول مرة هتبقى كام اللي انت دخلتها طبعا في الم فتعال نجرب كده طبعا لو انا دخلت واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ويت اكليك انتر طبعا ما بيش اي out لان انا ما عملتش اي c out هنا طيب تعال انا نعمل هنا اللي هو ال average بتاعنا اللي هو c out اقول له the average mark equal وهاجي هنا كده اقول له انا عاوز السم على كان بقى على الا ستة لان اذا العزب بتاعهم ممكن انهي مثلا باين طبعا واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة زائد اا ستة لما يجمعوا فيه الصم ويتقسموا على ستة فيديك ال average بتاعهم اللي هو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بالشكل ده كده ال average بتاعنا بقى لو ماركس اقوال ايه اقوال تلاتة لان ثلاثة واحد زائد اتنين ثلاثة ثلاثة زائد 3 ستة واربع穫ى عشرة 10 او خمسة ااah Friday 21 فعليكده تقسم ال 21 دولة تضعت على العدد بتاعنا اللي هو ااااااااااااااااد فيديك ايه ال average بتاعكم طيب بص لنا كده بقى هو بيقول لي هنا فور الاي اقوال زيرو طبعا انت ممكن تحط الانت هنا في الاول او ممكن تحطها فوق يعني ممكن تقول له انت اي فوق قبل ما تخش فيه الفور دو والاي اقل من تسعة وعشرين اقل من او بيساوي تسعة وعشرين يعني هو عاوز يشتغل تلاتين مرة لانه يبدأ من زيرو الحد تسعة وعشرين بالزبط طيب سم بيساوي سم بلس ماركس اف اي طبعا هناخد نفس الفكرة هنا هناخد كل مرة بقيمة من الماركس ويجمحها على السم وده انا طبعا اللي هي القيمة بتاع السم في الاول بزيرو عشان يعمل عليها حاجة اسمها اتموليتنج يجمع عليها وفي الاخر بتاوي بتاوي بتاع السم على التلاتين فبيديك القيمة بتاعتك ويارثها عندك الاري اوبرشنز بقى ازاي تعمل كرياشن لالاوبرشن ده عرفنا خلاص ازاي تعمل ترابيرس انك تمشي على الاري ده بتاخد القيم اللي فيه او تحطوه القيم قريمش واحدة واحدة كده عندي ده مسلا كابي ارية فانت عندك ارية اسمه الانت او فايف وعند ارية تانية اسمه انت بي وفايف ده اتعرفه بدون ما تعملوه فطبعا هو ام معرف هنا الاي والجي عشان دي واحدة تمشي مع الاي وواحدة تمشي مع البي وام ادي القيم بتاعت الاي اللي هي عشرة عشرين تلاتين افبعين خمسين وانا اعمل بس ايه اعمل حاجة بسيطة كده اللي هو نقل القيم الموجودة في الاي نقلها في البي وبعد كده ام اعمل الاوبوت بتاع البي كام عشان نشوف الايه الاوبوت فطبعا لو احنا اخدنا نفس القيم ده كده نفس الكلام وعملناه هنا كده يبقى انا عندي دلوقتي انت اي وفايف انا اعملت اا عرفت اا ري بس بدون ما تديله اي قيم وعرفت البي وبعد كده اقولت له ان الاي ديت تساوي كده فطبعا انت ممكن تعرفها بترها ديت او ممكن تيجي هده كده تقول له بيساوي كزا يعني ممكن تقول له هنا اي بيساوي القيم دي ماشي دي طريقة او دي طريقة وبعد كده فورلوك بتمشي على الاي وطبعا لازم يكون معرفين الاي فو اي يبقى الاي بيساوي زير والاي اقل من الخمسة والاي بلاس بلاس بعد كده هو بياخد القيم الموجودة في الاي كل مرة ياخد قيمة من الاي يحطها في البي وبعد كده بيعرض القيم بتاع البي عشان يتأكد ان الاوبوت قدامك طيب في بص بعض الحاجات كده عشان تختلف من اديتور الى اخر وطبعا دلوقتي انت عندك القيم اللي هي عشرة عشرين تلاتين اكبعين خمسين دي اللي كانت اصلا موجودة في الاي بس احنا عملنا لها الكابي في البي وعملنا لها من البي طيب الكلام ده طبعا اه تعالى كسيب بلس يعني بتجبعك على بعض الحاجات كده يعني مسلا الطريقة اللي كانت ما تعرفها باب شوية ديت ممكن يكون بتشتغلش على ده ممكن تكون بتشتغل على ممكن تشتغل على ممكن تشتغل على لكن هو في طريقة معينة كده بيقيمك تعملها في ودي طبعا الطريقة الصحيحة يعني بيقيمك بالطريقة صحيحة لكن في درقة تانية ممكن تشتغل عليها باي برنامج تاني يعني طبعا دلوقتي احنا عملنا وحاطينا القيم عندنا وبعد كده عملنا كابي وعملنا سي قوت لي الايه الايه التابع طيب ده بالنسبة ليه كابي طبع عشان تجيب اللينس بتاع الايه في عندك فانكشن اسمها فمسلا بمسال بسيط احنا كنا شغالين هنا اللي انا اقول لكم مسلا انا عاوز انا مش عاوز دي خالص مسلا يعني انا عاوز اعمل سي قوت سي قوت سي قوت تعم att ر italy EO مثلا ماكن نقول له بقى في دالة هنا سمه سايز احنا واحدها السيابة اسمه isize اقول له وعنوع في By بي في دالة ثانية سيابة احنا عاوز اشرير من اللي اثنين مثلا مثلا انا خلاص انا عندي بس البيه هوت انا عرف البي بس اهو وانا عاوز الصيز بتاع البي ده عشان لو انا مثلا في الرون تايم ما عاوزين اعرفه وانا مش عاكفينه فمسلا دلوقتي المفروض الاوبت هيطلع يقول لي ايه انا عندي كيم قيمة ويقول لي الوقتي الصيز اوف ري بي از اي اس فايف يعني فيه خمس قيم موجودين عندي طيب فيه دلتانية اسمها صيز اوف صيز اوف دي بتعمل ايه بقى لو احنا جينا نشوف الاوب بتاعها كده هيقول لي ان الصيز بتاع الاري بساوي عشرين طيب دي عشرين ديت اللي ايه عشرين اصلا دي عشرين بايت طيب ليه بايت عشرين لان انت عندك خمس قيم هنا وكل قيمة من دي بيتساوي اربعة بايت بالنسبة لي الجهاز بتاعي او بالنسبة لي المشين يعني فانت عشان تجيب القيمة الصحية الليه المفروض هتكون خمسة هتقول له ايه بقى لازم تقسم القيمة ديت على عادة معين طيب العادة معين ده انا مش عارفه هي اصلا كل قيمة من ديت قيمتها انتجر والانتجر بيساوي ربعة بايت طيب عشان تحل المشكلة ديت هتقول له اسم لي الصيز اوف بي ديت على ايه على صيز اوف على صيز اوف انت عشان اختصر الدنيا دي كلها كده هو بقى يجي بالصيز اوف انت ده يععف الواحده اللي هو بيساوي اربعة اصلا وده الصيز اوف البي هيتديني عشرين يبقى عشرين على اربعة فهتديني نفس العادة زي نعود يبقى الوقت انا جبت الصيز بي حاكديني اتنين او بشاكديني اتنين يقيمها بصيز بس يقيمها بصيز اوف بس لازم تقسم على الصيز اوف ايه وفي اللي انت تشغل على طيب بالقابة بتاع نفس الكلام هيتطلع بكام هيتطلع بخمسة طيب ده الكلام اللي بذكور فيه الايه السلايد دي طبعا طالما انت تعودت على الوان دي اري هتشتغل على تو دي اري بنفس المنطق بالزاق بدلا ما تشتغل على مسلا بوز واحد زي ده هتحط بوز التاني جنبه وتبدأ تعمل وتبدأ تشتغل عليه كابينج وكل حاجة بس الفرق او انت بتعمل بسلا على تو دي اري بدلا ما هتستخدم فور دو واحدة هتستخدم تو فور دو طيب بالنسبة بقى للبوينتر بدي حاجة مهمة جدا نبدأ نركز معها كده شوية بقول لي البوينتر ده هو عبارة عن بس بيشيل الميموري ادرس يعني هو بيبدأ يشاور على الميموري ادرس مش بيشيل قيمة بس انا ممكن اجيبه القيمة بتاعتي طيب يقول لي اي ممكن اي متغير انت عرفته عندك في الكود بيبقى حافيه حكثة اثنين يمى فيه ادرس وفيه ادرس وفيه ادرس طيب انت عاوز تعمل حاجة تشيل الادرس ده تحت الوقت ما عرفتش حاجة بشيل الادرس فانت عاوز تتعلم على حاجة بتشيل الادرس فانت طبعا بقولك يتجه الى حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها البوينتر طيب البوينتر بتعرف ازاي؟ انت بتكتب بتاعك النوع بتكتب انت وبعد كده بتكتب انت وبعد كده اسم الايه؟ اسم البوينتر بتاعك طيب اهنا قلنا انه ده بوينتر فالبوينتر ده لازم يشيل الادرس فمسلا بمثال بسيط يعني انت عندك الانت اي بيساوي خمسة ده متغير في قيمة خمسة اللي هو اي ده طيب انا دلوقتي عاوز اعمل بوينتر بيشاور على قيمة الخمسة دي اعملها ازاي؟ فجلس تقول له انت والاسترق والاسم البوينتر بتاعي equal هنا بقى مش هيفى اقول له اي لان الاء دي اصلي مش Address فجلس اقول له ايه؟ الادرس بتاع الاء فعشان تجيب الادرس بتاع الاء فامنكتب جنبها امبرساند بنكتب لعلامة بتاعت الايه؟ الاندنج دي عشان تجيب لي الادرس بتاع الاء فتحطه فين في البوينتر ده طيب. دي طريقة بسيطة انك ازاي تخلي جديد يشاوي على اه ادرس بتاع الموجودة عندك في البرنامج. طيب لو احنا مسلا عرفنا مسالين بالشكل ده كده اللي هو و و تعال عرف قيمة دي الخمسة دي اللي هي الانت اي بيساوي خمسة و قولت له ان الكيو بيساوي امبرساند اي. كيو بيساوي امبرساند اي يعني بتقول له ان الكيو دي هتشيل الادرس بتاع الاي. طيب والادرس بتاع الاي ده اللي هو اصلا فيه القيمة بتاع 5. فدلوقات لو انت شلت الادرس بتاع الاي بقى انت تستقدر تجيب القيمة بتاع الخمسة دي. فتعال بص بها هنا قال لي ايه? قال لي ان البي بتساوي الكيو. فطبعا الكيو اصلا بتساوي ادرس. تمام? والبي اصلاожно عرفة فوق ان هي اصلا بتشيل الادرس برضا. لان ده بوينتر. فلما قوله المبي بتساوي كيو ده معناه ان ال الادرس اللي فيها هيبقى تابع مين برضو? هيبقى تبع البي. يبلغتين دولت هيشوع على نفس الادرس بتاع مين? بتاع ال اي. تمام? طيب. طبعا لو انت شغال في البرنامج. وجيت هنا وبسلا قلت لك. انا عندي انت ال اي اقوال فايف. وانا دلوقتي عاوز اعرف بوينتر بيشاور على ال اي ده. بيشيل قيمة الادرس بتاع ال اي. فهقول له مسلا انت. بس لازم طبعا تعرف او ال 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 الجديد ده لازم يكون نوعه بتاعه من نفس النوع للغاية ال 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 اي what ni تعoto تشاؤر عليه. فلازم اقول له انت مثلا اللي هو ال بي اي اير. بس يساوي ال ال الامبرساند لعلامة ال�hi. لين اتلوقتي ان اعاوز اشيل ال 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 اض التي الطيب Watts بعد得 نعرض نعرض للوقتي القيمة بتاعة ال الوينتر كده وانشوف ايه الا او بتطلع شكلو عاملة لازد. هنقوله مسلا انا عاوز اللي هو ال 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 طبعا لو انت جيت تقول له انا انا عاوز هو هيعترض على الحتة دي. او هيطلع لك اوبوت. بص كده. بص الاوبوت اللي فوق ده كده. فيه زيرو زيرو تمانية اف اف تسعة فايف فوق. طبعا الكلام ده مش مفهومي. يعني هو ده اصلا ليه طالع بالشكل ده كده عاشد ده ادرس. ده قيمة ادرس موجودة عندك. طيب لو احنا عاوزين نعرف اقيمة بتاعة البيتي ار دي هو بيشاور على مين بالزبط. هو بيشاور طبعا على الاي. يعني هو الوقت ده الادرس بتاع مين بتاع الاي. بتاع الاي. فبتعال الوقت ده نعمل سي اوت. سي اوت ليه الامبرساند. وفي الاي. قولتلك ده معناه ايه? ده معناه الادرس بتاع مين برضو? بتاع الاي. فطبعا الاتنين دول لازم يكونوا متطابقين بالشكل ده كده. لان انت قولت له اعمل لي بوينتر اسمه البيتي ار. بيشيل الادرس بتاع الاي. والتولده كمان اطبع للادرس بتاع الاي. طيب تعال دلوقتي نعمل سي اوت ليه الاي نفسها كده. ماشي? طبعا الكيمة دي اللي هتطلع اللي هي خمسة. طب تعال ده كمان نعمل سي اوت لحاجة اسمها اللي هو الاسترق. بتاعنا نشوف الايه وبتشكله عامل ازاي? هتلاحظ هنا ايه بقى? ايه اللي حصل? هتلاقي ان الادرس اللي هو موجود هنا كده هو نفس الادرس اللي موجود هنا. طب حد هتسأله سؤال ده مش ده الادرس اللي كما جمعه شوية. طبعا عشان لابن تيجي تعمل كل مرة. بيحجز مكان جديد في الميموري. والمكان الجديد ده اللي هو اتحجز بالشكل ده. ده الادرس بتاعه الجديد. طبعا ده الادرس بتاع مين? بتاع البوينتر اللي هو البيوتر بتاعشين هو اصلا بيشاور او بيشيل القيمة بتاعت مين? بتاعت الاي. والادرس برضه بتاع الاي هو نفس الادرس اللي انت خليت بيت ارسي يشاور عليه. ولده الوقت لما اطبع قيمة الاي نفسها بقى من غير اي حاجة. فبيطلع لقيمة الخامسة. طيب لو انا عاوز بقى قيمة المؤشر ده بيشاور عليه. يعني قيمة الانتجر ده اللي المؤشر بيشاور عليه. هجيبها ازاي? هقول له بدلا ما هقول له لأ هقول له يعني بنفس اسم مين? بنفس اسم المتغير لانتو كنت تعمل من فوق من شوية. يبقى البي دي البيتا ار دي الواحدة هتبقى شائلة ايه? تبقى شائلة الادرس. طيب لو انا قلت له سي او الاستر اللي بيشاور على بعضها كده ده هيتطلع له الفاليو اللي ايه? اللي هي موجودة في الادرس ده. يعني كده يا شباب? فدية لازم تفرق بين الاثنين دولات انك تزايد ازاي تطبع القيمة وازاي تطبع الادرس اللي البوينتر بيشاور عليه. طيب. اللي موجودة على البوينتر هنا بيقول دلوقتي انت ممكن البوينتر تزوده او تنقصه عادي جدا. بس انت هتستفيد ايه من الموضوع? ايو لو عندك ريو نتعرف. اللي هو ريو يسموه ريو ايه? يعني عندك ريو مسلا ايه? فنيجي هنا مسلا بسيط. انت عندك هنا ريو انت. ال ايه? ومسلا اربعة يساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة. انا عرفت ريو من اربع قيم موجودة عندي. لو انا قلت لك هنا سي اوت. ايه? هو ال ايه دي الوحدة اصلا انت شايلة ايه? لما نجي نعمل كده. هنلاقي ان قيمة الايه ديت هي بتتبعها لادرس. القيمة ديت فيها اصلا ايه? فيها ادرس موجودة عندي. تمام? طيب لو انا قلت لك دلوقتي انا مش عاوز الايه دي انا عاوز الايه بلاس وون. الايه بلاس وون? يبا انت كاينك بتجيب الادرس التاني اللي موجودة عندك فيه. الميت يجيب اصلا ولا يا شغال? طيب بيبدأ كاينك بتجيب الايه? الادرس التاني بتاع اللي هو اللي شايل قيمة الاتنين دي. يبا دلوقتي لو انا مسلا قلت لك انا عاوز الكلام ده يشتغل في بفور دوق مسلا. بور انت اي اقل زير والاي اقل من الاربعة والاي بلاس بلاس. طيب لك هنا انا عاوز. حاجة بالشكل ده كده. ماشي? وقلت لك انا عاوز الايه? الايه? وبدل ما حطي هنا الواحد حطي هنا القاعد مسلا. طبعا لو احنا عملنا حاجة زي كده وجيت قلت له. ايه اللي يحصل هنا بقى? هيقول لي هنا ان ده الادرس الاول بتاع الايه? ده الادرس اللي هو شايل قيمة الايه? يعني الايه ديت? اللي هي قصدي واحد دي. الواحد دي موجودة فين اصلا في المماري? ده الادرس بتاعها. ماشي? هي اول مرة اصلا الايه بلاس زيرو. الايه بلاس زيرو دي. ده اول ادرس موجود عندي. فده الادرس بتاعه الواحد. طيب التاني اللي هو ايه بلاس ون هيبقى الادرس بتاعت الاتنين. فعلي كده الاي بلاس تو هيبقى الادرس بتاعت التلاتة. الاي بلاس تو سري هيبقى الادرس بتاع مين? بتاع الاربع. دلوقتي بالطريقة ديت انا جبت انا جبت الادرسيز اللي موجودة عندي. تمام يا شباب? طيب لو احنا عاوزين نطبع القيعة بتاعتها بشكل مختلف شوية. زي الشكل اللي هو ايه? اللي هو من دولي في الستايد ده. انا عندي دلوقتي ايه? انا عندي لو انا قلت لك مثلا استرقف ايه? قلت لك استرقف ايه بلاس one واسترقف ايه بلاس two واسترقف ايه بلاس three. يعني كاينك بالزبط انت شغل في البرنامج. وقلت له هنا بدل بالشكل ده كده اتعاوز ايه? انا عاوز قبلها يكون استرقف. الاسترقف دي هتعمل ايه بقى? الاسترقف دي بدلا ما اتجيب الادرسيز هتجيب القيم اللي موجودة في الاريه نفسها. يعني كاينك دلوقتي كنت اشغال اصر على بويتر. كاينك حولت الاريه من شوية كنت اشغال عليها بوينتر. وعملت الخطوة اللي احنا كنا عاملينها من شوية. يعني كاينك شلت دي كده وقلت له ايه? انا عاوز الاي اوف الاي. هي دي نفس الفكرة بالزبط. دي هي دي. ده بلا واند عاوز تشغل بقى على درسيز وتبقى فاهم يعني ايه بوينترس اصلي. فطبعا دلوقتي اتطلعك نفس القيمة اللي واحد دين تلاتة اربعة اللي موجودة في الاريه. فدي طريقة ودي طريقة تانية. ماشي اللي هي تحط دي الكرس كده وتقول له بزائد الاي. بس لازم تحط برا ايه? الاسترق عشان تجيب لك القيمة اللي انت عاوز. عشان جده بيقول لي في السلايد دي ان الاي اوف زيرو بيتساوي الاسترق في الاي. والاي اوف وان بيتساوي الاسترق في اي بلاس وان. ماشي? يعني هو اصلا بيقول لي ان الاريه ده اصلا الاريه اللي انت معرفه هو كأنه بوينتر. لانه بيشيل اول ادرس. الاي دي بتشيل اول ادرس موجودة عندي. والاي بلاس وان فيها تاني ادرس. والاي بلاس هي فيها تلات ادرس. فانت لو حاطيت قبلها بوينتر قبلها اصلي اا بشكل ده كده. بل انت كده بضغط بقية ببتاعتها. طيب وده اصلا اللي عملنا مع مين من شوية. اللي عملنا مع ال بوينتر نفس وقت. يعني بعد معرفنا ال بوينتر وعنصي نتبع القيمة بتاعته فبنحط ايه قبله. طيب تعال نشوف مثال اا او حاجة جديدة موجود عندنا في قولي dynamic memory allocation. ازاي بقى نعمل memory allocation dynamic وانت شغال في البرنامج. يعني لو انت شغال دلوقتي في وسط البرنامج. عاوز نعمل allocation لمسلا قريب قيمة size معين. طبعا الكلام ده كنتش هتعرف تعمله بدون استخدام بوينتر. يعني ما ينفعش قول انت شغال كده في وسط الكود. ثم عامل لي مثلا حاجة بشكل ده كده. طب تعال نبص كده الكلام ده بتعمل ازاي. هو بيعرف بوينتر من نوع انتجر. ماشي. بعد كده بقولي ده اللي هو 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 يبدأ يعرف فيه يعني. والبوينتر ده بيساوي طبعا ده شكل جديد ما كناش معتدين عليه قبل كده. الشكل الجديد ده معمول ليه? ده معمول لعاشين لو انت شغال في يعني بعد ما بتغني البرنامج في حالة معينة عاوز تكاري تقريب من الكلام ده كله ما كنتش بتعرف تعمله قبل كده خالص لو انت شغال على الاريز العادية. لان الاريز العادية هي هي بتكبرك انك لازم تدخل للصايز والقيم دلوقتي قبل ما تشتغل في البرنامج. لكن لو انت شغل في البرنامج ما كانتش ينفع تكاري تقريب. طيب الكلام ده دلوقتي ينفع مع مين? مع البروينتر دلوقتي. فانت دلوقتي بتقول له ايه? انت ازركم بوينتر. تمام? والصايز بتاعك معروف اللي هو الخامسة ده. ماشي? وفي حالة معينة وامتكاتب البروينتر بيساوي نيو انت اوف صايز. يبدأ في نفس الحالة بالزبط هيبه برضو اريه. بس اريه يتنشأ بطريقة ايه? طريقة البروينتر. طبعا لو انا عاوز اشتغل على كل قيمة فيها هشتغل عليها عادي جدا. زي الاري العادي. ماشي? بس الفارق الوحيد ان انا هحط اسرك قبل قيمة بيتي ار. طيب لو انا في حالة مو انا برضو عاوز امسح وانا شغل في الارتايم. اقول له بقيمة دي اه كده تمسح الاري كله على بعض. يعني كده تمسح ايه? الاري كله على بعض وعشان اللي لو انت مسلا انت اصلا كريدتو فانت لا عاوز بغض وتمسحه فانت تقدر تمسحه بحاجة زي كده. طيب ناخد مسال على الاري في مسالية هنا كده. بيقول لي وضع زي بفولوينجي كود عود. عندنا هنا بيقول لي يعني الكود ده هيطبع ايه في الاخر? هو بيقول لي هنا في المين? هو معرف اري من اه من اه اللي هو واحد اتنين تلاتة اكبعة خمسة. وهو معرف بعد كده اللي هو انت اسفل بي يساوي الاري. يعني خلى الاري ده بيشيل الادرس. احنا تعودنا بقى خلاص طالما تلك اسم الاري بدون ما تكتب له اي حاجة جانبها. فده طبعا الان بتاع اول قيمة. وايضا لو مسكت الاري الادرس بتاع اول قيمة. فتقدر تمسك اللي بعدها. او دلب تمسك ايه اللي بعدها. بعد كده هامو عامل بي بلس بلس. هو ايه يعني ايه البي بلس بلس اصلا؟ يعني كدك زودت الادرس بتاع الى ب? طبع defendants بواحد. يعني. يعني دلوقتي وايب فين اشهي الادرس بتاعة مين اشهي الادرس بتاعة زودك بواحد يبا انت كده شيلت الادس بتاع من؟ بتاع الاثنين. طيب. بعد كده ينادي على الـ function ويبعت لها الـ b ده. لما ينادي على الـ function دي يبعت لها الـ b. طب الـ b اصلا خلي بالك ان الـ b بتشاور دوقتي على الـ الاثنين. يعني تقدر بعد كده تمسك ثلاثة و اخبعة و خمسة. فهو طبعا لما بعت لما بعت لقيمة بتاعت الـ b دي اتبعتها الـ function. والـ function بتاخد ايه البرامتر اللي هو الـ btr ده. طبعا لازم برضو يكون متعرف بوينتر. لان اصلا الـ bd اصلا بوينتر. لما تبعتها لازم تكون معرف هنا بوينتر عشان يبدأ يستابل. لان هنا بيستابل الـ addresses ما بيستابلش فيها. طيب. هنا بيقول لـ btr plus 3. يعني زود لي على زود لي على الـ address كمان ثلاثة. طب هاصلا هو كان وقف فين مش كان وقف هنا. فلما زود عليه كمان ثلاثة. ادي واحد واثنين وتلاتة. يبقى الـ address هي وقف عند الخمسة دلوقتي. بعد كده بيقول لي غير لي بقيمة الـ address قيمة الـ address غيرها بتلاتين. طب هو اصلا كان وقف فين هو كان وقف عند الخمسة. يبقى لما يغير قيمة الخمسة دي خلها بتلاتين. يبقى خلاص هو كده كان عدل فين. عدل في الـ array اللي هو بعت له. او عدل في القيمة بتاعت الـ address دي. فبقيت بدلا ما هي خمسة بقيت كان بقيت تلاتين. بعد كده اما نقص من btr واحد. اما وصل لي الـ 4. و اما عدل قيمة الـ 4. يبقى كم؟ يبقى كم؟ يبقى كم؟ يبقى كم؟ طيب. يبقى دلوقت اللي احنا جئنا نشتغل في الـ visual. يجي نشوف ايه اللي بيحصل. انا عندي مسلا اللي هو int. هل ناخد بصفحة كده. مثلا ممكن نخليها هنا كده. هنا بيقول لي اللي هو الـ int الـ array. وفي الـ five equal. ونفتح اكواس واحد اثنين تلاتة اربعة. خمسة. وبعد كده بيقول لي ان عاوز اعرف بوينتر اللي هو int asterig b يساوي الـ a r. طيب. لحدنا يا شباب كده انت كده عرفت قريقة عالية جدا في خمس قيمة. بعد كده لما يقول له int asterig b بيساوي الـ a r. كده انت بتقول له ملي بوينتر بيشاور على الادرس بتاع الـ r. طب الادرس بتاع الـ r ده اللي هو مين اصلا؟ اللي هو اول قيمة موجودة عندي. ده الادرس اللي بيشاور على اول قيمة موجودة عندي. طيب. لما يقول له بعد كده تزود لي البي ده. البي دي تزودها لي بلاس بلاس. يعني ايه؟ يعني كأنك بتقول له خل الادرس القديم اللي موجود عندك اللي هو اصلا كان بيشاور على واحد وزود عليه واحد. فلما تزود عليه واحد هيروح لمين؟ بالدلوقتي الادرس بتاع البي ده هيشاور على مين؟ دلوقتي هيشاور على اثنين. طيب. بعد كده بتقول له روح لي الـ my function دي اللي هنسا نعرفها. الـ my function دي هو ابعت له مين؟ ابعت له الـ b بس. طيب تعال نشوف الـ my function مكتوبة فوقها. الـ my function دي بتعمل ليه بقى؟ هي لما اخذت القديمة بتاعت الـ b. طبعا لازم نكون معرفين هنا برضو ايه؟ pointer. ليه pointer؟ لان انت تتبعت له دلوقتي الـ b. الـ b دي اصلا pointer. يعني متعرفة pointer. فلازم تعرف هنا pointer عشان يدر يستابل. طيب. هنا بيقول له زود لي على الـ b ثلاثة. طيب الـ b اصلا تشيل الادرس بتاع الاتنين. ماشي؟ طيب لما تزود على الادرس بتاع الاتنين ده ثلاثة. يعني كأنك كنت واقف ادي واحد اتنين ثلاثة. يعني هيوقف عند مين؟ هيوقف عند الخمسة. يعني دلوقتي في الحالة دي. في الحالة دي. الـ b هتشيل الادرس بتاع مين متاع الخمسة. طيب. لو انت عاوز تتأكد تعال اعمل إلينا ايه؟ c-out. اعمل c-out ليه؟ الـ asteric بتاع مين متاع الـ b. لان دلوقتي انا باعرك كيمة. فتاعرك كيمة لازم تكتب قبلها ايه? asteric. عشان انت تشغل على الـ pointer. طيب. طبعا لدي b small. ادي حاجة. بعد كده بيقول لي ايه؟ الـ asteric. يعني القيمة بتاع الـ b اللي انت وعف عليها حاليا. اللي هي الخمسة دي. خليها بكام. خليها بكام؟ تمام؟ يبقى كده هتغير القيمة بتاع الخمسة دي خليها بكام؟ يخليها بثلاثة مثلا. طبعا ناسال ده كان مكتوب ده كان تلاتين. فخلينا مثلا نخليها مثلا ثلاثين ميش مشكلة. يبقى دلوقتي هيخلي الخمسة دي خليها بثلاثين. بعد كده ارجع لي خطوة يعني ارجع على الـ pointer خطور. يعني ارجع لي هنا كده. طبعا الكلام ده كله. طيب لما ترجع خطوة هورا كده هيقف عند الادريس بتاع مين بتاع الاربعة. بعد كده غير لي القيمة بتاعت الاربعة خليها بكام? خليها بعشرين. يبقى الاربعة دي هتبقى بعشرين والخمسة دي هتبقى بتلاتين. وبعد كده بيعمل طيب لو احنا بقى رجعنا بعد كده وقلنا له ايه? انا عاوز اعرض القيمة الموجودة في الاربعة عشان يشوف القيمة ايه اللي حصل فيه. فطبعا هقول له فورلوب فور اللي هو الانت اي اقوال زيرو. والاي اقل من العدد بتاعي اللي هو الخمسة او ممكن اقول له هنا ممكن اقول له هنا السايز. ممكن اقول له هنا السايز اف ايه? السايز اوف الار. وبعد كده اقول له ايه? وي الاي بلاس بلاس. طيب. احنا متعودين دايما في الفورلوب لو انت عندك اكتر من سطر. فبتكتب اه براكت. لو انت على سطر واحد ممكن تكتب ايه? ممكن تكتبش براكت عادي يعني. طيب هنا هنلمني سي اوت. لي الاي ار ار اوف الاي. ماشي? ماشي? وعاوزين نتفصلها كده مسلا بسبيس. زي ما هو اعمل كده. ماشي? طيب. وبعدنا متوقعين الناتج اللي هتطلع ايه? المفروض يكون واحد اتنين تلاتة. الاربعة دي هتبقى عشرين. والخمسة دي هتبقى كم? هتبقى تلاتين. مسلا انا عمل هنا سي اوت. انا عمل هنا سي اوت هاو. عشان يقول لي قيمة بتاعة المبدئية هتبقى كم بالزبط? فخلاني نعملها ايه? دلوقتي نشوف الاوبط الاول وبعد كده نركي على تاني. بدلوقتي الاوبطلع عندك ايه? واحد اتنين تلاتة عشرين تلاتين. يبقى طبعا لو انت جيت لاحظت هتلاقي ان العشرين ديت كان مكانها اربعة. وتلاتين دي كان مكانها خمسة اللي هو اربعة وخمسة دي. فدية تتعدلت بالبوينتر. لان طبعا انت هنا كان بيقولك ان ده في ان اتليك صلاحية انك تعمل على البوينتر او تعمل بس طبعا لما تعمل كده بتعمل للادرسيز. مبتعملش للقية. لما دلوقتي اول خطوة عندنا. انا دلوقتي عرفت الاري. ماشي? بكده عرفت بيشاور على الاري ده. طبعا ما خليته بيشاور على الاري بهو شاير الادرس بتاع اول قيمة. طيب لما تزود البوينتر بواحد. كده انت خليته بدلا ما يشاور على اول ادرس? لا هيشاور على ايه? على تاني القيمة موجودة عندي في الاري. يعني هيشيل الادرس بتاع قيمة موجودة عندي في الاري. بعد كده لما تبعطوا ليه الفونكشن. الفونكشن اصلا بداية الشغل بتاعتها بتعمل ايه? ان هي بتزود تلاتة على طب هي اصلا كتوقت فين? كتوقف عند الادرس بتاع الاتنين. فلما زود على تلاتة يبقى هيقف ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة كده وقفة عند الايه? عند الادرس بتاع رقم خمسة. طيب لما تقول له بيش سوى بدلا ما هي اربعة تخليها لي كام عشرين. ماشي. اما عمل ريتير يعني ايه رجعلي من الفونكشن. وبعد كده اعرض لكيان بتاعت الايه الاري. فهيطلع لك الاوب بالشكل اللي احنا شفناه. اللي هو واحد اتنين تلاتة عشرين تلاتين. تمام كده? طيب. ده اللي هو المثال اللي موجود عندي في السلايد دي. المثال التاني بقول لي ايه بقى? بقول لي what is the difference? ايه الفرق بين الاتنين دول? الفرق بين بيقول لي هنا اللي هو الانت اي افاي بيساوى عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين. ودي ات انت بيساول ايه? كده انت قررت له اعرف الوينتر بيشاور على الاري ده. اللي هو دلوقتي هيشاور على اول قيمة موجودة عندي. هيشيل الادرس بتاع اول قيمة موجودة عندي هم. طيب دلوقتي بقول له four انت اي إقوال زيرو والاي بتطول من الخمسة والاي سي اوت الاترك بي. متAdd 가는 بقى ان لو اخلك دلوقتي سي اوت اسريك بي. كده هيعرض القيمة اللي هو بيشاور علىENT دلوقتي. يعني اعرض القيمة اللي هي من دلوقتي? اللي هي عشرة. طيب لما ازود البي بلس بلس. هيعرض القيمة اللي هي ايه? عشرين. يعرض القيمة الي هي تلاتين وهكذا. بTHE دلوقتي ده كله كده. لو احنا جينا عملناه هنا كده بس في حتة هنا جديدة بقى. حتة اللي هي تحت دي. عاو طيب نشوف ايه اللي هيطلع في الاوبود ده. طيب تاني عندنا هنا ادي بوينتر بيشور على الاري. على كده في فرلوب بتلف على اللي هو القيمة بتاعت كل ادرس موجود عندي. اللي هو سي اوت. كده ارد اول قيمة. على كده ازود البي بواحد عشان تعريد دي تلت قيمة. على كده ازود البي بواحد عشان تعريد دي تلت قيمة وهكزا. طيب بعد ما بيخلص. بعد ما خلص دي. نعمل مسلا للحتة دي الواحدة كده. ولو جيت اعمل طبعا الاوبود اللي هيزر عندي اللي هو عشرة اشعين تلاتين اربعين خمسين المفروض. عشرة اشعين تلاتين اربعين خمسين. تعال بقى نشوف ايه الساطر ده. الساطر ده بعمل ايه? بقول لي اصرق بي. طيب دلوقتي انت اصلا ان هيت عندك الادغسي بتاعك على اخر قيمة موجودة عندي. اللي هي الخمسين. طيب بعد ما بيخش في الخمسين ويتضاها عندي. هيؤم زود البي في واحد. هيؤم زود الادغسي بتاع البي بواحد. يعني مفروض لي يخش دلوقتي في ايه? فقابرت اصلا مش موجود عندي هنا في say this. يعني هيخش في قيمة اللي بعدها وهي اصلا مش موجودة عندي في الار oro. هياخد ايه? رامش فيليو. فدلوقتي لما لاتبع قيمة اية بالحطة دي كده. هيطبع لي قيمة. هيطبع قيمة عادي جدا بس هيطلع ربش. يعني القيمة اصلا مش موجودة عنده في الكود. بقى هتلاقي في قيمة كده غريبة موجودة عندك لها سالة ثمانية خمسة ثمانية تسعة تسعة لحد رقم ستين ده. فده ربش باليو ليه? لان لما دخلنا اخر مرة في الفرقلو زودت واحد. دخلت ادريس عن الاري ده. ما فيهوش كيمة. بجاب اي اطبع من المنينة المعارضة عنده. طيب. البدل هو ايه? ده البرينامج الاول الموجود عنده صوت الشباب يقفل مايج. بعد كده برينامج جتاني بقول ليه? int a5 equal 10 30 50. بقوله هنا ال int asteric b تساوي ال a. طيب. دلوقتي انت قلت له فيه بوينتر اسمه b. خلهولي بيشيل الادرس بتاع مين? فيها ال a. طيب. for int i equal zero. اي اقالي من خمسة. i plus plus. وهنا بقوله بقوله ال asteric b plus i. كلام ده احنا كن لسه عاملوه من 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 شوية كده بس كنا عاملوه على الاري. وقلت لك ان الاري بيتعامل مع عاملة البوينتر. ماشي? طيب فلما دي من نفس الخاطوة دي بالشكل ده كده ايه اللي يحصل بغضو? ناخد الكود ده كده. لو انا جيت ونتعرض هنا كده وقلت له ايه? قالي خلاص انا عملت عملت بس بتطبع على الشكل ده كده. ماشي اقو في الاخر وقلت له برضو اسرك. خلينا ديت الوقتي. عاوزين نشوف دي بتطبع ايه? دي دي الوقت بتطبع ايه? طبعا احنا متوقعين دلوقتي ان الشكل ده هيطلع لايه? هيطلع لالقيم برضو ليه عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين. بده شكل تاني ممكن تعمله بدل ما تعمل ايه? بدل ما تزود على البي واحد. ماشي? وتطبع كل مرة كيمة. بس في فرق ما بين السطر ده والسطر اللي فات. انت هنا بتقول له انا عاوز الكيمة بتاعة البي. هو هل في الحتة دي? هل انت عدلت في الادرس بتاع البي? يعني هل انت قلت له بي بي ساوي بي بلاس اي? لا. فدلوقتي لما بتقول له اسركو بي. هو اصلا البي دي كان اول مرة بيشور على مين? كان بيشور على الادرس بتاع العشرة. وانت ما عدلتش الادرس ده خالص. انت كنت بس بتزود عليه في الاوت. تمام? فلما نجي نعمل سي اعود دلوقتي. ايه اللي هيحصل? هيطبع القيمة بتاعة عشرة. تبليل طبع القيمة بتاعة عشرة. لان هنا يا شباب انا ما قلت لهوش ان البي بتساوي او البي بلاس بلاس. يعني ما قلت لهش البي بتساوي بي بلاس او بي بتساوي بي بلاس تو. لا. انا قلت له في العقد بتاعك بس بي بلاس اي. يعني هات القيمة بتاعة الادرس اللي هي الاولاني ده. وزود عليه اول مرة زيرو. فهياخد اول قيمة اللي هي كامل هي عشرة. بعد كده تاني مرة. خد الادرس بتاع الاولاني خالص. وزود عليه واحد. هياخد تاني قيمة اللي هي بتاعة مين? هتنشرين. فكده بقول له هادي الادرس الاولاني خالص. اللي هو بتاع العشرة. وزود عليه الاي باتنين? فيوصل ليه? يجيب له قيمة بتاع تلاتين. وهكذا بقى وانت ماشي. يبقى دلوقتي ما قلت لهوش ان البي بتساوي كذا كذا. ان البي بتساوي او بي بتساوي بي بلاس اي. ممتلوش كده. فطبع ممتلوش كده يبقى انت ما عدلتش اصلا في الادرس بتاع مين بتاع البي. تمام كده? حتة دي بس ايه? حتة دي الفرق الوحيد ان هو هيطبع القيمة بتاعت او القيمة موجودة عندي بس في الاري. ده اللي هو الفرق ممين البرنامج ده والبرنامج اللي فات. طيب لحد هنا كده. عاوز اسمع اسئلة من طلبة. اللي عنده سؤال يقول. يفتح المايك ويقول. ممتلوش كده. اه. عندي سؤال بس في النسل القبل ده. طيب. ممكن اخد 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 ده كده. اعمل كونتورد. القبلي اللي قبلي اللي هي في مي فانكشن ده. اه اللي هو في اول خالص? اه. اي سؤال? اي سؤال. اي سؤال. اه ماشي. ليه عملنا ويبوية? ده عادي مفيش مشكلة ده ده اه ممكن تعملها وممكن تشيلها مش مش هيفصل معك اي حاجة اه. وهنا دلوقتي عملت بدون ما رجع اي قيمة. يعني انا عملت ما عملتش قيمة قيمة موجودة عندي. فده عادي جدا ان نكتمل كده بدون ما تبعت اي قيمة. كده كده هي اصلا. دي معناها دلوقتي يعني اطلع من دي. يعني روح لايه? روح للمكان اللي انت ناديت منه. فممكن تشيلها وممكن تسيبها عادي. لو انت متعود ان اكتشيلها خلاص ما تكفيهاش. ها? عادي عندي سؤال ده ده ني? عادي عندي سؤال يا شباب? اللي عنده سؤال يقول. يا هيبه اشرف. هيبه وليد. يا جماعة ما حدش عامل سؤال? يا شمواندس لو سمحت ممكن تشرح لنا الري بتاع طيب ماشي. عندنا هنا مسلا مثال بسيط. هنا في الانت مين? المين يعني? لو انا قلت لك دلوقتي انت. انا عاوز اعمل دلوقتي مسلا اري ثلاثة فاربعة مسلا. فانا اول مرة عدد الصفوف وبعد كده اعمل ايه? عدد الاعمل بتاعتي. ماشي? طيب. وهفتح هنا القوصة هوت. واقول له انا عاوز طبعا تلاثة فاربعة يعني تلات صفوف ايه? في اا تلات صفوف افاربعة اعمل. اعملها ازاي بقى? اقول له مسلا واحد. اه اتنين تلاتة واربعة. دلوقتي ده ده لو انت بتعرفي مسلا لو انت بتعرفي نوع واحد بس. يعني انت لو بتعرفي ده بدل ما يكون تو دي كنت بتعرف وان دي بالشكل ده كده. صح كده? صح? بقول له انت بس طبعا لازم وقول له الاسم بتاع الري لو ايه ايه اردي ار ده. واقول له السيز بتاعي بسو كزة. بقول له ده ده ده. طب لو اصبحت ببقى طيب. تو دي انت بزود هنا. مجموعه واتو بقول له لعاوز ايه? ثلاث صفوف اربع اعملة. طيب. ده اللي موجود عندي ده بس. ده اا يعتبر صف واحد بس. بس صف واحد من كم عمود? من ثلاث اعملها. انا اعاوز اربعة فلازم ازود هنا واحد كمان. ضيات ما زود هنا مسلا ايه اربعة كده. وعشين بقى افصل السطر ده عن السطر اللي بعده هعمل سيمي كولوم بالشكل ده كده. واقول له ايه? او ممكن طريقة تانية. يعني انا قلت له دلوقتي اللي هو ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ولو قلت له هنا كده. دولة اربعة بس. لولت له هنا كده اللي هو عشرة داشر اتناشر وتلاتاشر. او انا عملت له بالشكل ده كده لو في ناس متعودة مثلا على اه متعودة على اللي هو لغة لغة برمجة معينة يعني ففي لغات معينة بتشتغل بالتغيرة دي. طيب اللغة بتاعت اللي هي السي بلاس بتشتغل ازاي? انا عملت له كده القوز ده. القوز ده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. ايه اللي حصل? دلوقتي انا عاوز اقول له انا عاوز تاعة صفوف فارما عامدة. فدلوقتي ده الصف الاول لو انا جيت اميز بقى ما بين ده وده ده. بالشكل ده كده. عاوز اخلي بس الشكل ايه مكبول شوية للكراءة. حقيقة بالشكل ده كده. طبعا ده اللي هو الصف الاول هوت. ده الصف الاول. وده الصف التاني. وده الصف التالت. وانا عاوز اربع عامدة. فده العمود الاول اللي هو طبعا ده اللي هو واحد ستة وعشرة. ده العمود الاول. بعد كده العمود التاني اللي هو اتنين وسبعة واحداشر. العمود التالت اللي هو التلاتة و تمانية واتناشر. والعمود الرابع اللي هو اربعة وتسعة وتلاتاشر. ده التعريف اللي هو بتعرف بي. طيب. لو انت دلوقتي بقى عاوز تعمل سي اوت. عاوز تأخذ القيم دي. فانت بتقول له مسلا اللي هو الانت اي اقل زيرو. والاي اقل من. اول حاجة اي اقل من عدد الصفوف. عدد الصفوف اللي هو كام? اللي هو تلاتة. والاي بلاس بلاس. بعد كده لما تنزل تحت هتعمل فورد كمان تشتعل على عدد الاعمدة. هتقول له هنا فورد. الجي او انت جي اقل زيرو. والجي اقل من اي اقل من عدد الاعمدة اللي هي اربعة. والجي بلاس بلاس. بعد كده تنزل هنا هتعمل ايه? تعمل سي اوت عادي جدا. لقيمة مين بقى? لقيمة ال اي ار اوف ال اي والجي. تعمل مسلا المسافة. الشكل ده كده. دي طريقة تعريف في البيسون. عملنا للقيم بالقيم اللي هي موجودة عندي دي. وبعد كده عملنا سي اوت. طيب لو احنا عندنا القيم ديت مش مش واخد القيم اصلا. عاوز تحط لها سي ان. تعمل تعمل فها ايه? يعني انت العاوز تحط فيها القيم سي ان. هتاخد نفس القيم دي كده. نفس الكلام ده كله كده. وبدل ما هتعمل سي اوت هتعمل ايه? هتعمل سي ان. بس بالعكس كده. وطبعا هينتظر منك القيمة بس ما فيش ايه? ما فيش الجزء اللي هو بتاع العبود ده. ماشي كده يا شباب? يبقى انت انت كائنك بتاخد في كده بتعرض القيم اللي موجودة عندك. كده تبدأ تعرف بترية دي. طيب بترية ديت اللي هو ترية السينة ديت يعني مفروض ما يكونش فيه قيم بقى يعني مفروض ما يكونش فيه حاجة هنا موجودة. لان هو هو منتظر منك انك تحط قيم فيه القيم. ماشي? فممكن ناخد مسلا يعني من الجزء ده كده. ونقول له. نقول له انا مش عاوز الجزء ده كده. ماشي. ونخلي ده مسلا كومنت. بديها طريقة الانيشريزيشن. وديه طريقة عشان ناخد ونعمل سي اوت. هتعال نشوف كده ايه? اللي هو اللي عصل فيه. طبعا هنا متوقع منك تلاتة فاربعة يعني متوقع منك يديك كام كيما تدي له انت كام كيما? تحطة فاربعة واتناشر. يعني مسلا هنديله واحد. اتنين تلاتة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحداشر واتناشر. ماشي. وطبع لما تكي دلوقتي ايه اللي هيحصل? هتلاقي ان الاوبط اللي ظهر عندك لو هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لحد ايه? لحد اتناشر. ماشي كده يا شباب? طيب هو كده اشتغل في الكود الاولاني بياخد والكود التاني بياخد ايه? بيطبع الاوبط اللي موجود فيه الاري. طبعا لو انا امتعامل كومنت دي ومشغل دي. طبعا بس انت هتعرف بس بعد العملات دي. هتعرف بس الاوبط اللي موجود عندك. ده اللي هو ازاي اتعرف الاريي تو دي وتديله قياه من عندك. او انك تاخده من اليوزر وتطبعه على الشاشة. حتى عندي سؤول تاني? لا سمعت بش مهنس هو ليه ما اتطبعش على شكل صفوفه اعمده? لا هو ما بيطبعش على شكل صفوفه اعمده. انت اللي بتزبط الاوبط ده. انت اللي لازم بتزبط الاوبط وتحط بقى سبيسيز وتحط الكلام ده كله. لكن هو بالنسبة له هو بيطبع بس القيمة اللي على الدور. هو سي بلاس بلاس كده. اي لغة برمجة كده على فكرة. بس ممكن الكلام ده بس يختلف في البايسون لان البايسون هي بتسهل لك شوية حاجات كتير جدا. في مكتبات بتسهل لك حاجات كتير قوية. لكن في سي بلاس فلاس لا هو بيضع لك قيمة قيمة. انت بقى بتحاول تزبط تزبط القيم ديت وتحاول تهندمها جده وتخليها بشكل مناسب لك. بس دي الفكرة كلها يعني. تمام ماشي. اه ديت مسلا لو انت عاوزة تطبعها هنا بالشكل انت بتقول عليه. انا اخلي مسلا في مسافة هنا ايه. بعد كل قيمة. ماشي? بس هاجي بعد الفرق اللي هي التانية دي. وقول له هنا سي اوت. انت عاوزة تخلىها بالشكل اللي انت عاوزة يعني. لان بعد كل صف انا عاوزة اعمل جديد. ماشي? وبعد كل قيمة عاوزة اعمل ايه? عاوزة اعمل بتاعتي. تمام? طيب تسعة عشرة داشر اتناشر. بص كده ايه اللي حصل? هتلاقي واحد تين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داشرة. بس انا اللي عملتها دلوقتي. يعني خلينا في مسافة بين كل قيمة وبعد كل صف بين طبع عاوزة اعمل ايه? طبعا لو انت عاوزة تعمل لي كوز بقى ممكن تعمله هنا. في مرة وفي مرة تحت كمان يعني. يعني الكلام ده كله بيشتعل ايه? انت اللي تعملي كل بيجي. طبعا. هتعاندي سؤال تاني? الجماعة المستمعين. هتعاندي سؤال? رسولانسو حراكة تنزل السلايدي فين? او انت يعني. انا زياد دلوقتي يعني كمان اا يعني نصف ساعة كده. على درايف ولا فين? لا على الانكوط هرفع لكم اللينك. طيب. طيب. ان شاء الله هنتقبل الاسبوع الجاي في الاسكشن لو في حدي عنده بعضه سؤال. يجمعه عنده كده. عشان المرة الجاه. بعد اذنك باش مهند في المحضرة بنسجيلها ولا لا? اه متسجيلها اه. طيب هنلاقي التسجيل فين على الزوم وادو ولا على الجروب كلية. على الجروب انا هرفع دلوقتي على اليوتيوب وافعلكم اللينك على الجروب بتاعك. ارفع البي دي اف يا بشمانس لو سمعه. ماشي يا حاضر. طيب ان شاء الله هنتقبل في المرة الجاهة في الكلية لو حدي عنده سؤال برضو ايه نتبه عنده كده لحد ما نتقبل ان شاء الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.